بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلاً أهلاً ومرحباً بكم أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميزات الصف السادس الابتدائي إن شاء الله ده لقاءنا النهاردة لقاء الدرس السادس اللي هو إن شاء الله مراجعة على الوحدة الأولى اللي سبق إن احنا خدنا فيها دروسها الخمسة قبل كده والتدريبات دي عبارة عن مراجعة سريعة كده معاكم وعايز أشوف كده شطرتكم معايا يلا كده هتجاوبوا ولا لا نبدأ بأول سؤال اوجد النسبة في أبسط صورة بين 8 ساعات ويومين عشان نجيب النسبة بين 8 ساعات ويومين احنا اتفقنا إن النسبة لابد أن تكون من واحدة واحدة ونوع واحد هنا النوع الواحد هو نوع الزمن اللي هو الوقت يعني يعني إذن النوع واحد لكن هل هنا الوحدة واحدة؟ لا دي ساعة ودي أيام دول يومين اتنين ودي ساعات والنسبة لابد أن تكون من واحدة واحدة وبالتالي لازم أحول يا إما الساعات إلى أيام يا إما الأيام إلى ساعات وفي كلتا الحالتين هتبقى الإجابة صحة بس دايما لما بحول من الصغير للكبير بتبقى أصعب شوية لأنها بتبقى عملية قسمة لكن من الكبير للصغير بتبقى عملية ضرب فطبعا الأسهل لنا هنا إن إحنا نحول اليومين إلى ساعات معروف إن اليوم فيه 24 ساعة يبقى اليومين هيساوي 24 في 2 يعني 48 ساعة خد بالك لما تيجي تجيب نسبة مطلوبة لازم تاخد بالك من الحد الأول اللي جاي فيها الحد الأول اللي جاي فيها هو 8 ساعات يبقى لازم تبدأ بكتابته الأول 8 ساعات أنا عندي يومين 48 ساعة وعندي 8 ساعات مش عشان إنت حولت الأيام تروح تاخد 48 في الأول يبقى تضيع المسألة منك لا ده الحد الأول هو 8 ساعات يبقى يتكتب 8 في الأول وبعدين 48 بعد كده طيب نبص الحدين النسبة هنا شايف إن ده عدد زوجي وده عدد زوجي لأن أحده 8 يبقى هيقبل اسم على 2 آه ماشي صح شايف إن ده بيقبل على 4 وده برضو بيقبل على 4 يبقى ممكن نقسم على 4 لكن دايما دايما الأسهل معانا إن إحنا نشوف هالك كبير بيقبل على الصغير ده أول حاجة تبص لها هالك كبير بيقبل على الصغير 48 واربعين تقبل على 8 آه كويس خلاص يبقى أسم على 8 يبقى تقول إيه تقول بقسمة حدية النسبة ما تقوليش بالقسمة المفروض تقول بقسمة حدية النسبة آه بقسمة حدية النسبة على كام على 8 دايما خلي كلامك دقيق وأجوبتك دقيقة عشان تاخد درجة نهائية ما تضعش منها حاجة طيب أنا عايز أقسم حدين النسبة هنا على 8 إش ما يعني على 8 قلت لأن التمانية هو الصغير والكبير بيقبل عليه مش هو بيقبل على الصغير لا الكبير بيقبل عليه يبقى أنا هقسم على 8 أنا هقسم الحدين الحد الأول هقول التمانية دي على 8 هتجيب لي 1 48 على 8 هتجيب 6 إذن النسبة هي 1 إلى 6 يعني ممكن تجيني في مسألة تقولي النسبة بين 8 إذا كانت إذا كان النسبة بين 8 ساعات و يومان تساوي 1 إلى 6 فإن 8 ساعات خد بالك من الحتة دي 8 ساعات تساوي كده هو نقط اليومان اللي عند تساوي نقط يومان آه خد بالك بقى هنا هو جاب الأول وبيسأل عليه بيساوي إيه بالنسبة للتاني أنت عندك هنا قلنا أن الثمان ساعات واحد واليومين ستة يعني واحد على ستة يعني 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 الثمان ساعات بتمثل ستس اليومين ليه؟ لأن لأن أنت لو ضربت آآ ال آآ الستة في الثمانية هتجيب لك الثمانية واربعين ساع يعني الثمان ساعات مكررة ست مرات لأنها بتتكرر ثلاث مرات في اليوم الواحد طيب دي كانت أول مسألة بسيطة سهلة ما فيهاش مشاكل تعال نشوف مسألة تانية ونشوف هنحلها برضو إزاي بيقول لي عايزي نسبة بين ثلاث سنوات و تمنتاشر شهر ملاحظ برضو أن النوع هنا مختلف وبرضو ممكن تقول لي أشوف الصغير في كم من الكبير تمنتاشر شهر فيهم كم سنة يعني السنة فيها 12 شهر يبقى الستة اللي فضلين يبقى نص سنة يعني سنة ونص يعني ممكن أكتب تلاتة إلى واحد ونص وتتحل برضو تتحل إزاي أن الصغير عندك هو الواحد ونص الكبير تلاتة طب الواحد التلاتة دي اللي هي الكبير فيها كم واحد ونص فيها اتنين واحد ونص واحد ونص يعني النسبة تطلع اتنين إلى واحد دا لو انت حولت الصغير إلى كبير واضحة أقولها تاني لو أنا حبيت أحول الصغير إلى كبير هقول 18 شهر بتساوي 18 على 12 يعني تديني 1 و6 على 12 يعني تديني 1 ونص وبعقلك كده ممكن تحسبها أهم حاجة التعامل مع العقل معك انت عندك السنة 12 شهر وفضل 6 شهر من 18 يعني نص سنة يبقى عندك 12 اللي هي سنة وعندك الستة اللي هي تكملت 18 بنص سنة يعني سنة ونص يبقى 18 شهر سنة ونص يبقى 3 سنين إلى سنة ونص يعني 3 سنين فيهم كام 1 ونص اللي عندك اللي انت قلت عليه دا في 2 يبقى النسبة تطلع 2 إلى 1 طب ولو مسكناها بالطريقة التانية البسيطة هتقول 3 سنوات بتساوي لازم طبعا تسأل وانت بتحول اما هتقول انت بتعرف الأعداد دي من شوف الكبير دا في كم من الصغير السنة فيها كم شهر فيها 12 خلاص وانت عندك 3 سنين يبقى 3 تديك 36 شهر برضو هنبهك مين اللي جاه الأول التلات سنوات تكتب 36 الأول وبعدين 18 شهر تكتب 18 وبعدين لو بصيت برضو على الكبير يقبل على الصغير 36 تقبل الحكاية دي على فكرة هتريحك في حاجات كتير جدا في مسائل النسبة ان الكبير دا بيقبل على الصغير اه بيقبل يبقى على طول تجاوب لكن انت ما عرفتش تقبل ولا لا خلص يبقى يبقى شوف من عوامل دية مين دي بتقبل على ايه خد اكبر حاجة كده ياريت تبقى عارفها تقبل على واحد وتقبل على اتنين وتقبل على تلاتة وتقبل على ستة مش كده وتقبل على تسعة في خمس حاجات بتقبل عليهم هاي طيب خد اكبرهم اللي هو التسعة اللي اتنين دو بيقبلوا عليه اه خلاص يبقى انت تقسم على التسعة خدت بالك من الحتة دي عملتها ازينا قلت الكبير بيقبل على الصغير مش حقود اكرر كتير ركز معايا عشان ما نكررش ونطول في الوقت الستة وتلاتين بتقبل على التمنتاشر انا مش عارف طب خلاص بص على عوامل التمنتاشر واكتبها في الهامش كده التمنتاشر بتقبل على واحد بتقبل على اتنين عشان عاد الزوجي بتقبل على تلاتة عشان مجموحها تسعة لكن ما بتقبلش على اربعة بتقبلش على خمسة بتقبل على ستة لانها هقبلت على الاتنين وعال التلاتة يبقى هتقبل توxes لانها كده برضو هل الكبير بيقبل على الصغير اه خلاص يبقسم على اتنين بقسمة حد دي النسبة على الاتنين وتنين على الاتنين الاتنين يبقى النسبة اتنين الواحد يعني ما معنا ان وبالجميع من الثمانة اشر شهر نص الأساس السنوات أو الثلث السنوات يساوي 2 على 1 يعني ضعف يعني قدو مرتين يعني 2 على 1 يعني 2 و2 يعني ضعف يبقى الثلاث سنوات يساوي ضعف او 2 و 18 شهر تمام نشوف واحدة ثاني 450 جرام و 1.5 كيلو جرام ايوه الوحدة مختلفة هي اه من الاوزان هما الاتنين من الاوزان واللي فاتت دي بتاعت السنوات والشهور برضو من الزمن خد بالك الزمن سنة شهر اسبوع يوم ساعة دقيقة ثانية كل دي تعتبر زمن لكن عندي هنا الوزد اه كيلو جرام والجرام والنص والنص والكيلو جرام والجرام والطن طبعا طبعا هنا النوع مختلف هنا فيه جرام وهنا فيه كيلو جرام بس دي نص كيلو جرام طبعا اسهل ان انا احول دهه الى دهه يعني الكبير الى صغير ليه قلنا عشان بالضرب يبقى اقول نص كيلو جرام بيساوي ها نص في كم نص في كم شوف الكيلو جرام كم جرام عشان تعرف في كم اه الف يبقى نص في الف يعني نص الالف نص في الف يعني نص الالف يعني 500 يبقى تديك 500 جرام يبقى النسبة اللي هتكتبها 500 إلى 450 أيوة 450 إلى 500 الأولاني دهو إلى الثاني وما تكتبش التمييز لأن النسبة لا تميز خد بالك النسبة من نوع واحد النسبة من واحدة واحدة لابد طبعا من واحدة واحدة النسبة لا تميز أو لا تميز لها طيب يبقى نص كيلو جرام طلعناها 500 جرام اللي جهي الأول 450 إلى 500 واضح أن انت ممكن مدام دي أولها صفر ودي أولها صفر يبقى تقسم على العشرة واتطلع لك 45 إلى 50 وترجع تقسم بعد كده على خمسة طب ما نقسم على طول على 50 على طول لأن انت شلت الصفر من هنا وشلت الصفر من هنا أو انت لو بسط لها كدهوة هتلاقي دي 450 ودي 500 واضح أن الاتنين دول مدام الحاجة اللي بتقبل على 25 أولها صفر أولها 25 أولها 50 أولها صفرين أولها 25 أولها 50 أولها صفرين فوق منها على طول دي 400 وعلى نصف المية ودي 500 يبقى أنا أسهل إن أنا أقسم على 50 يعني قدامك الطرق كتيرة جدا اللي تريحك اشتغل بيها بس الأسهل معاك هو اللي تعمله طبعا اللي بيعرف الأكتر دافل في القسمة بيبقى توفير لوقته وتفادي للأخطاء بتاعته وشغال لأن الخطوات إذا كترت معاك ممكن تتعرض لأخطاء شايف اللي جاي بعدها بيقول لي 7 من 10 و 8 من 100 تقول لي أخلي دي 7 على 10 ودي 8 على 100 ماشي صح وبعدين أضرب في كام عشان أخلص من المقامات اللي طلعتلي اللي انت طلعتها اللي انت قلتلي 7 على 10 مقام وهنا 8 على 100 مقام أضرب في اللي مقامه كبير عشان أخلص آه مدام بيقبل على الصغير برضو يعني أضرب دي في 100 هيشال الصفر بتاع المية مع صفر المية لتحت مع صفر العشرة لتحت هتفضلك 7 من 10 هتفضلك 7 مضروبة في 10 ب70 ودي 8 على 100 ضربتها في 100 المية راحت مع المية فضلك 8 ما انتش فاهم تعال معايا بالخطوات السهلة ونشوفها زي ما هي بالكسر العشري يعني اللي فاهمه اشتغل بيه طيب 7 من 10 الى 8 من 100 هتقول لنا هخليها كسر عشري ماشي مدام هتخليها كسر عشري يبقى لازم توحد الأجزاء اللي عندك يعني ايه يعني انت عيد تسميت دي يعني بدل ما هي 7 من 10 تحط لها صفر هنا والصفر طبعا مش هيأثر فيها مش هيغير حاجة فيها لان انت بتحطه قدام منه هنا هوا او اذا حطيته في الاخر او قدام ما يفرقش لكن لو حطيته في النص يبقى بواسط العدد يبقى هنا 70 بقت 70 من 100 ودي 8 من 100 خلاص انت كده خليت النوعية واحدة خلاص بقت دي زي دي يعني عدت تسميت دي عشان تبقى زي دي يعني دي من 100 ودي من 100 عشان تخلص من العلامة خالص وتستريح منها قل بضربة حدين نسبة في 100 طب اذا قلت يا استاذ هنا بضربة حدين نسبة في 100 ماشي تنفع بس تعمل حسابك لانها صنع ليه قلتها هنا عشان في ناس كتيرة بتغلق بتقول دي بالضربة في 100 تروح كدهي دي 7 لا دا انت بتحرك العلامة دي رقمين جهة اليمين دا رقم قاعد والرقم التاني مش موجود تحط الصفر هنا بقى يبقى لازم تنطعها 70 واحنا الافضل عشان ما ننساش وما نخطعش نعمل دي 70 زي ما هي كده من 100 ودي 8 من 100 مدام قلت بالضربة في 100 بقى خلاص العلامة تشلت على طول وريحت دماغك لحركت والعملت يبقى هنا 70 وهنا 8 وفي صفرين وراها هنا ملهمش لازمك خالص مايفرقوش معايا يبقى 70 على 8 يا طرى السبعين بتقبل على 8 في عدد اضربه في 8 يجيب 70 لا خلاص شوف لي مكونات التمانية الواحد والاثنين والاربعة طب هل السبعين بتقبل على 4 حتطلع لك كسر مش هتنفع طب هل بتقبل مدام الكدير ما نفعش مش قلنا عوامل التمانية هي واحد واثنين واربعة وكبيرهم اربعة نشوفهم بقى الاثنين بيقبل على الاربعة ولا لا هنلاقي الكبير ده ما بيقبلش على الاربعة لانه هيتطلع لكسر يبقى هناخد اللي بعد من الكبير على طول اللي هو الاثنين في العوامل بتاعتنا هيبقى اه يعني انت عندك عوامل التمانية عشان الناس اللي مش فهم ما انا بقول ايه عوامل التمانية واحد لان التمانية بتقبل على واحد التمانية بتقبل على اتنين التمانية ما بتقبلش على تلاتة ما اكتباش تمانية بتقبل على الاربعة يبقى هنا اهو اربعة وبعدين التمانية بتقبل على نفسها طبعا احنا جربنا نفسها وقلنا السبعين ما بتقبلش عليها يبقى ناخد اول حاجة اللي هي كبير دهو ونقول طبعا التمانية مدام دي عواملو يبقى لازم هيقبل عليها التمانية تقبل على الاربعة لا احنا هنبص على التاني بقى سبعين تقبل على الاربعة لو قسمناها نصين تبقى خمسة وتلاتين لكن لو قسمناها كمان نصين تاني عشان نقسمها على الاربعة يعني هتديني سبعتاشر ونص طب انا عايز الكسور ليه وعقد الديني لا خلاص هشوف اللي قابله اللي قابله اللي هو الاتنين دي تقبل على الاتنين ودي تقبل على الاتنين وبقسمهم على اتنين اقول بقسمة حدي النسبة على اتنين ده مقسم حدي النسبة على اتنين هلاقيها حجيب لي عندي اه خمسة وثلاثين الى اربعة مسألة تانية تلاتة الى ستس عايز علمك حاجة جميلة اوي هنا في الكسور اللي زي في النسب بتاعت الكسور اللي زي دي كده شوف انا ممكن اجيب الاجابة في ثانية ايه هي انت لو عندك الاولانية فيها مقام والتانية فيها مقام يعني مثلا تلاتة عندك هيت كده هوت ولها مقام المقام يعتبر واحد مش كده ولا لأ طيب والتانية واحد على ستة واحد على ستة بص يا سيدي ببساطة جديدة خالص شايف ده اللي هو الحد الاول ده اللي هنا لو ضربته في ده حيطلع الحد الاول بتاع النسبة تلاتة في ستة بتمنتاشر طيب والحد التاني واحد في واحد بواحد يعني انا بكتب الحد الاول عبارة عن الحد الاول ده هو اضربه في ده يعني ديف دي اللي انتو بتسموها المعص لكن لازم يكون لها مفهوم هنا هنقوله حالا دلوقتي تلاتة في ستة بتمنتاشر الى واحد في واحد بواحد يبقى تمنتاشر الى واحد فهمنا دي؟ طيب كلام جميل تعال نشوف كده الاجابة هنمشي بيها ازاي ونقوم ونفهمها ازاي اللي انا قلتو ده اختصار سريع عشان لما تكون مطلوب منك اجابة بعقلك تجاوبها لو شفنا اضرب حديني النسبة لان انا عندي هنا مقام وهنا مافيش مقام عايز اخلص من المقام ده هو اللي مديقني اضرب فيه لما هضرب فيه هخلص على طول يعني اضرب ده في ستة وفي تلاتة في التلاتة ده اللي هي هنا ده الحد الاول اضربه في ستة والسدس ده اضربه في ستة لو انا ضربت التلاتة في ستة جابت 18 اهي عرفت ليه الحد اللي كنت بقولك عليها الثلاثة في ستة بتجيب الحد الاول اه عشان خدت ده ضربته في ده تيجي التمنتاشر والواحد اللي انت متخيله موجود هنا انضرب في ده جاب واحد لكن احنا هنا بنضرب الحدين في ستة فلما اضرب الثلاثة في ستة بتجيب تمنتاشر والستس لما اضربه في ستة هتختصر الستة مع الستة هيفضل الواحد اللي عندك يبقى تمنتاشر الى واحد طيب تعال اشوف المسألة التانية دي معايا اترصف طريق الطريق كله الطريق كله من بدايته لانهايته كان عبارة عن ميتين واربعين كيلو طريق كده معلش انا بكتب بالماوس والكتابة بالماوس صعبة طبعا ميتين واربعين كيلو متر عشان كده انا باتطر اكتب لكم حل المسائل عشان ما بيعش الوقت في الكتابة الطريق الطويل ده اللي هو ميتين واربعين كيلو متر طبعا لمسافة كبيرة بين بلاد الميتين واربعين كيلو متر دي رصفوها في تلت شهور شهر خدوا لهم حتة منه وشهر تاني خدوا لهم حتة تانية وشهر تالت خدوا لهم الحتة التالتة يعني لما تكون الحاجة عندي عايز أقسمها تلت أجزاء قصها قصتين اتنين بس حتة قماش عندك عايز تقسمها تلت أجزاء يبقى تقصها قصتين اتنين بس مش تلت قصات المهم نرجع لمسألتنا طيب الجزء الأول ده اترصف في الشهر الأول كان عبارة عن تمانية وتلاتين من مية ده عبارة عن تمانية وتلاتين من مية هي الحقيقة أصلا المسألة كانت نسبة مقاوية بس أنا عشان يعني لسه ما تعرضتوش للنسبة المقاوية حولتها إلى كسر عشري والجزء التاني ده كان عبارة عن اتنين وتلاتين من مية من الطريق يعني ايه يعني المرء في الشهر الأولاني عملوا تمانية وتلاتين في المية من الطريق كله يعني ايه برضو يعني لو الطريق كله مية يبقى عملوا منه تمانية وتلاتين بس والتاني عملوا منه اتنين وتلاتين بس ما قاليش بقى الشهر التالت ده كان كام من مية طيب هنا بيسأل بيقول الاول نقرأ المسألة اترصف طريق طوله ومتين واربعين كيلو متر في ثلاث شهور فاذا تم رصف رصف ثمانية وتلاتين من مية منه في الشهر الأول واثنين وتلاتين من مية منه في الشهر التاني كام كيلو متر تم رصفها في الشهر التالت حيز الحتة دي اترصفت في الشهر التالت كانت قد ايه الطريق كله قد ايه حتقولي ميتين واربعين كيلو متر ايه انا فاهم بس هنا احنا قسمناها الى اجزاء تمانية وتلاتين من مية وهنا تنين وتلاتين من مية يبقى هنا الباقي من المية مش كده يعني تجمع دول وتشيلهم من المية من مية مية من مية يعني واحد صحيح مش هو طريق واحد خلاص يبقى واحد صحيح الواحد الصحيح تشيل منهم مجموع الاتنين دول يفضل الحتة دي طب ودي احلها ازاي يا استاذ تعمل هكده ما يتم رصفه في الشهر التالت تساوي الواحد الواحد بتاعت ايه بتاعت الطريق كله اه الواحد اللي عندي ناقص هشيل منه الواحد هشيل منه مجموع الاتنين دول يبقى انا لازم اجمع الاتنين دول الاول مش انت عندك تلاتة والتلاتة ستة والاتنين والاتنين تمانية اتنين وتمانية يبقى عشرة عشرة ودي ستة يبقى سبعة يعني انت جبت لو جمعت دول اهو تمانية واثنين عشرة صفر ومعاك الواحد وبعدين تلاتة وثلاتة ستة وواحد سبعة والواحد زي ما هو لسه اشيل منه بقى انا اهو بقى ادي واحد ناقص السبعين من مية اللي هو مجموع دول سبعين من مية اجمعها بالقلل حسب اجمعها على جنب في الهامش المهم ان انت طلعت الجمع بتاعها سبعين من مية ودي واحد طب ازاي استاذ اطرح واحد ناقص سبعين من مية بسيطة حط علامة قدام الواحد وحط صفرين عشان تعرف تطرح كويس تطرح بقى كأنك بتطرح ايه كأنك بتطرح مية ناقص سبعين تديك تلاتين بس انت عندك من مية يبقى تلاتين من مية وتقول بقى انت ما ازا كنت عايز تقول صفر ناقص صفر يبقى صفر وهنا عشرة ناقص سبع يبقى ثلاثة وهنا وهنا صفر فاضل ناقص صفر يبقى صفر المهمة هتجيب لك تلاتين من مية ده احنا احنا جبنا النسبة بتاعته اللي اتعاملت 30 من 100 يعني 30 على 100 من الطريق كله طيب وايحنا عايزين بقى نشوف كان كان كم كيلو عشان نحلها المسألة بص عشان تعرف كان كيلو يبقى هتقول اللي تم رصفه في الشهر الاول واللي تم رصفه في الشهر التاني واللي تم رصفه في الشهر التالت والطريق كله الطريق كامل طب ليه انا كتبت الطريق كامل مع انها مش موجودة في المسألة لان العدد اللي موجود زي ما قلتلك في شرح درس النسبة قبل كده لازم تعرف النسبة بتاعت مين والعدد بتاعت مين النسبة عرفناها دي بتاعت الشهر الاول ودي بتاعت الشهر التاني وعندنا الشهر التالت مش معروف كويس كلام جميل احنا جبناها طبعا طيب وعندنا العدد بقى بتاعت مين بتاعت الطريق كله يبقى انا اكتب اللي ترصف في الشهر الاول من الطريق اللي هو 38 من 100 واللي ترصف في الشهر التاني من الطريق 32 من 100 واللي ترصف في الشهر التالت من الطريق اللي هو 30 من 100 اللي انا جبته وبعدين الطريق كله لسه 240 مش هنا احنا قلنا قبل كده وشرحنا الكلام ده السطر الاول ده بتاع النسبة السطر الاولان يهو بيتكتب فيه النسبة السطر التاني ده بيتكتب فيه الاعداد اللي موجودة عند اللي فيها تمييز في المسألة موجودة 240 كم طب يا استاذ الواحد دي انت جبتها منين يا حبيبي ما هما مجموع دول ما احنا قلنا بواحد مش احنا شلنا من الواحد اللي اتنين دول طلع التالت ده التالت ده مع الاتنين دول هيجيبوا الواحد يبقى ده وده وده مجموعهم الواحد الواحد الصحيح خلاص طيب انا بقى عايز اجيب ما تم رصفه عشان اجيب ما تم رصفه خد بالك بقى هنا بتقسم ده على ده اللي هي قيمة الجزء مش محتاج هنا هنا لان الاجابة هتطلع 240 زي ما هي مش 240 على واحد فيها 240 اللي هي قيمة الجزء خلاص يبقى مش محتاج قيمة الجزء ما ده من القسم على واحد يبقى انا هضرب الناتج اللي طلع اللي هو ده في ده على طول اهو في 30 من 100 يعني في 3 من 10 ما والصفر مالوش تازمة يعني في 3 من 10 طيب انت هنا عشان تضربها هتضرب هتطلع لك 720 وما تنساش ان العلامة بعد رقم واحد هنا هتتحط يعني 72 او في طريقة تانية ان انت عشان تخلص من العلامة دي خد بالك عشان تخلص من العلامة دي دي 3 على 10 يبقى انت ايه تخلص منها بان انت تضرب دي في 10 او هتقول لي واضرب دي كمان في 10 يبقى انت بوست الدين يا هنا لان دي مش قسمة ولا ايه لا دا دي ضرب عشان تفضل موزونة اذا ضربت في ناحية تقسم في التانية يعني تقسم دي على 10 وتضرب دي في 10 عشان تخلص من العلامة معلش هي حتة يعني اضطرت ان انا اقولها لازم تعرفها لكن انت لأسهلك طبعا تضرب وبعدين تحط العلامة بعد رقم وخلاص يبقى الايه 720 والعلامة تتحطي هنا وخلصت لكن انت لو قسمت دي على 10 هتبقى 24 ولو ضربت دي في 10 هتبقى 3 يبقى 24 في 3 هتديك 72 طيب تعال نشوف مسائل اكمل بص كده اهي اكمل لو انت حد بيسألك في مسابقة اوائل طلبة او اي حاجة وبيقولك النسبة بين 5 الى 4 اخماس تساوي كم الى كم في ابسط صورة خد بالك انت فاكر الحتة اللي شرحناها هناك ممكن تقولها على طول ببساطة تاخد دي وتضربها في دي تطلع الحد الاول يبقى 25 ودي اللي هي الواحد اللي تحت تضربه في دي تديك 4 يبقى النسبة 25 الى 4 اقولها تاني ولا خلاص فيه منها قبل كده امر لله اقولها تاني طيب 5 هنا الى 4 اخماس والحتة اللي ما تفهماش ايه عيد الفيديو مرة واثنين وتلاتة عشان تستوعبها طيب دي قلناك انها على واحد ببدأ من هنا ببدأ من هنا خليك فاكر ببدأ من هنا 5 في 5 تجيب 25 دي الحد الاول وبعدين واحد فا 4 تجيب الاربعة يبقى الاجابة عبارة عن كم عبارة عن 5 و 20 في الى 4 طيب ولو عايز خطوات يا استاذ اضرب في المقام اللي انت عايز تخلص منه اضرب دي في 5 واضرب دي في 5 الاربعة تخماس اضربها في 5 لما انت تضرب دي في 5 كده مش هتختصر الخنسة دي هتروح مع الخنسة دي فضلت الاربعة ولما تضرب دي في 5 مش هتجيب لك الخنسة وعشرين يبقى الاجابة الاولانية طلعت 25 والتانية طلعت 4 دي الخطوات بتاعتها تتعمل تحتها دا لو انت عايز خطوات واضح لكن انت مش عايز خطوات ومش محتاج الخطوات يبقى زي ما قلتلك على طول الاجوبة هتجيلك سريعة بان انت تضرب الطرفين وتضرب الوسطين وتطلع الاجابة وده اذا كنت خدت درس التناسب عارفوا طيب بص المسألة الجميلة دي الناسبة بين 75 قرش و1 جنيه تقول لي طيب انا حول الجنات الى اروش ماشي وتبقى 75 الى 100 وتقسم على 25 تطلع لك 3 الى 4 وخلصة الاجابة لا بص كده انا هحالها ازاي بص معي ال 25 قرش دي تعتبر قد ايه من الجنيه مش ال 25 عبارة عن ربع الجنيه تبقى ال 75 عبارة عن كام ربع وربع وربع يعني 3 تربع يبقى الاولانية دي عبارة عن 3 تربع الجنيه الاولانية عبارة عن 3 تربع الجنيه اللي هي ال 75 قرش طيب قول 1 جنيه اكتب واحد ما هي دي بقت جنيه هات صح 3 تربع جنيه اكتب واحد جنيه اه ماشي بس احنا عايزين بقى هنا اللي يحللنا المسألة بسرعة ان انت تعمل ايه تقول 4 تربع مش الواحد عبارة عن 4 تربع كده هو اه طيب كلام جميل بصي سيدي اذا كانت المقامات متساوية يبقى وانت مغمض على طول النسبة بينهم 3 ال 4 من غير ما تعمل اي حاجة يعني لما اقولك النسبة بين 5 الى 3 خمس هتقول لي ايه على طول انت مش شايف لامح المقامات متساوية يبقى الاجابة ايه 2 الى 3 خلصة الحدودة طيب هنا دي اربعة مقام وده اربعة مقام المقامين متساويين يبقى النسبة 3 الى اربعة شفت انا حلتها ازاي يبقى انا هقول ازا كان اللي عندي 75 ارش واحد جنيه انا اخلي 75 ارش دي جناهات يبقى 3 اربعة جنيه ودي واحد جنيه تمام طيب انا بدل واحد جنيه هخلي اربعة اربعة عشان اتعامل مع اربعة زي دي هتبقى اربعة اربعة والتلات اربعة الى اربعة يعني الجبلة 3 الى اربعة ويبقى دا الحل بتاعها البسيط طب انا مش فاهم يا استاذ خلاص يا سيدي مش فاهم اعمل الخطوات اللي انت اللي قلتها لك قبل كده يعني ايه يعني حول واحد جنيه زي الخطوات اللي كنا بنحول فيها فوق ده اهيه انك تاخد الحاجة الاولانية وتحولها اهيه كده وبعدين تعمل النسبة بعد كده ماشي تعمل كده ماشي وتعمل كده ماشي اللي رياحك اعمله طيب انا هاجة هنا هقول النسبة بقى بقيت كم الى كم 75 الى 100 اقسم الحدين لان ده اوله 75 والتاني اوله صفرين وقلنا الاوله 75 او 25 او 50 او صفرين يقبل الاسم على 25 هتقسم ده على 25 هتجيب لك 3 وده على 25 تجيب لك 4 يبقى تطلع 3 الى 4 زي ما قلناها من شوية يبقى النسبة في ابسط صورة لانها لا تختصر كلمة في ابسط صورة يعني ايه يعني لا يوجد بينهم عوامل مشتركة يعني لا اختصارات بعد كده ما فيش اختصارات بينهم طب السؤال التاني لو قال لي انت عندك مربعة خلاص انا عايز اعرف النسبة بين محيط المربع وبين طول ضلعه يعني المربع اللي عندي ده عبارة عن ايه عبارة عن مربع اضلاعه مالها متساوية اضلاعه متساوية اهو لو انا جيت رسمت المربع ما عليش قلت برضو برسل بايدي مش بالمسطرة او ممكن نرسمه بس هيخد وقت يعني لو احنا عملنا كده وجبنا دي كده وخدنا من النقطة دي ومشينا كده اهو لغاية النقطة دي كده وبعدين خدنا تاني من النقطة دي ونزلنا للنقطة دي كده اهو وبعدين خدنا تاني من النقطة دي كده اهو وروحنا لغاية النقطة دي عشان كده الحاجات دي بتاخد وقت وعشان كده انا بجيب لك الايه الدرس جاهز مكتوب جاهز ومرسوم جاهز بس ما توقعتش ان انت هعمل لك مربع طيب طلع عندي المربع قدامي المربع ده اضلع متساوية يعني مثلا لو ده ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المحيط? الا هو اربع اطلع متساوية. مش كده? طيب انت عايز النسبة بين محيط المربع اللي هو اربع اضلع وبين الدلع الواحد تبقى النسبة ايه? ببساطة كده اربع اطلع ودلع واحد يبقى اربعة الى واحد لان المحيط اربعة اطلع والدلع واحد يبقى اربعة الى واحد الاجابة دي لازم تبقى حافظها. طيب افرض يا استاذ ان هو غير لي وجي قال لي ان ازا كان المربع ده خمسة سنتي طب وما له حبيبي مش ده خمسة وده خمسة وده خمسة وده خمسة يعني خمسة فاربعة يعني خمسة اربعات اه اربع خمسات يبقى هتجيبلي عشرين طيب والضلع الواحده بكام بخمسة يبقى محيط المربع عشرين وخمسة اللي هي طول الضلع هتقسم على خمسة دي هتجيبلك واحد وهتقسم على خمسة دي هتجيبلك اربعة اهي طلعت اربعة الى واحد يجيبلك اعداد ما يجيبلكش اعداد المشكلة معانا لازم تكون فاهم ان المحيط اي مربع محيطه الى طول ضلعه 4 الى 1 طب ولو عكس هلنا يا استاذ وقال لنا طول ضلع المربع الى محيطه اقول له ايه اقول له 1 الى 4 يبقى اينا الاجابة هقول له 4 الى 1 طيب كلام جميل تعال نشوف حاجة تاني برضو في اكمل بتاعتنا دي تعال نشوف بتقول ايه اكمل هنا نص الى طلت الحتة اللي قلتها من شوية برضو خليها في مخك لزقة ان انت لو لو لقيت المقامات مختلفة بقى هنا خد بالك بقى لو لقيت المقامات مختلفة لكن البسط متساوي احنا هناك قلنا لو رجعتلها تاني هتلاقي اذا كانت المقامات متساوية يبقى البسطين زي ما هم النسبة بينهم وخلاص فاكن لما قلتلك خمسين الى تلت اخناس المقام خمسة هنا والمقام خمسة هنا الاتنين متساويين طيب يبقى البسط اتنين وهنا تلاتة يبقى اتنين الى تلاتة ده لما كان ايه لما كان المقامين متساويين لكن هنا بقى البسطين متساويين مش ملاحظة الاجابة حصل ايه عكس ايوة يبقى دي تيجي في الاول ودي تيجي في الاخر يعني بدل اتنين الى تلاتة تبقى تلاتة الى اتنين طب يا استاذ دي بيجيبها ازاي اقول لك يا سيل انت عندك هنا اتنين وهنا تلاتة تعمل ايه عشان تخلص منهم تضرب في حاصل ضربهم تضرب في حاصل ضربهم تضرب في حاصل ضربهم ده اتنين وده تلاتة اضربهم يطلعوا ستة يبقى تضرب دي في ستة هتختصر هجيب لك تلاتة في واحد بتلاتة وتضرب دي في ستة هتختصر يبقى تلاتة فيها الواحد فيها الاتنين اتنين في واحد بتنين يبقى جابت لك المقامين معكسين يبقى لما يكون في نسبة مقامتها خد بالك من الكلام هعيده تاني نسبة بين كسرين مقامتها متساوية يبقى النسبة بين البسطين هي النسبة بتاعتي زي ما هي عدلة اكتبها اه لكن اذا كان بقى البسطين اللي متساويين يبقى النسبة هي معكوس المقامين تعكس المقامين يعني دي 3 الى ايه الى اتنين طيب انا قلت لما يكون البسط متساوي قلت لما يكون المقام متساوي لكن هنا بقى بص البسط والمقام مختلفين خلاص اضرب يبقى قول الاولانية دي خليك فاكر اللي قلناه قبل كده في دي تجيب الحد الاول يعني واحد في سبعة هتجيب لك ايه هتجيب لك سبعة خمسة في اتنين هتجيب لك ايه هتجيب لك عشرة وصلنا لها ايه طب انا حلاها ازاي اضرب في حاصل ضرب الاثنين دول خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين اضرب دي في خمسة وثلاثين تيجيب سبعة بالاختصارات واضرب دي في خمسة وثلاثين تيجيب خمسة بالاختصارات في اتنين يعني العشرة لكن حقول تاني لو البسطين متساويين تأكس المقامين وتبقى هي الاجابة لو المقامين متساويين يبقى البسطين زي بعض هم الاجابة كلام جميل طب لو البسطين مختلفين والمقامين مختلفين يبقى تعمل ايه تجيب حاصل ضرب دول اسمهم الطرفين الاول ويبقى هما الحد الاول بتاع النسبة يعني واحد في سبعة تجيب لي كام تجيب لي سبعة يبقى اروح كاتبها وخمسة في اتنين تجيب لي عشرة اروح كاتبها معاك الحل اللي قلته لك بمخك تجيبه او الحل اللي انت عايزه بالخطوات زي ما شفنا الخطوات قبل كده مش كل المسائل طبعا هينك تدفع الخطوات ونضيع الوقت فيها انا عايزك دايما تعتمد على مخك لان اللي بيحب الرياضة هو اللي بيشغل مخه بيفكر اه انما اللي بيكره الرياضة اللي عايز خطواته وخطواته وخلاص مش فاهم ايه اللي بيحصل فيها نبيفكرش عشان كده بتضيع مننا اه درجات طبعا بتضيع تعال شوفوا المسألة اللي بعدها بيقول ايه اذا كان النسبة بين الف الى به خمسة الى ستة وبه الى جيم تمانية الى تسعة حتلي بقى الف الى به الى جيم اخدناها قبل كده انت عندك تلات حدود الف وبه وجيم لكن تلاحظ ان الكلام اللي بيقوله في المعطيات او اللي موجود في المسألة ان في حد متكرر شوف الالف الى البيه وهنا البيه الى الجيم مين اللي متكرر البيه بالزعب خلاص يبقى تكتب انت عرفت ان النسبة وانت ماشي كده بالترتيب الف الى به وبعدين انت متكرر بيه وبعدين جيم يبقى الف الى به الى جيم شوف الحل اللي كتبتهم في الاول اوه الف الى به الى جيم وبعدين تشوف بقى حتقول ايه حتقول الف الى به بكم الى كام بخمسة الى ايه الى ستة طيب وبعدين ما فيش حاجة تالتة هنا التالت ده ما فيش ما عنديش حط له شرطة طيب وبعدين به الى جيم ادي البيه واكتبها فين طيب التانية اللي بتاعت البيه اكتبها تحتها اللي هي تمانية مع الحد الاول هو الايه البيه اهو به الى جيم تمانية الى تسعة بقى التمانية بتاعت الاول تمانية والتسعة بتاعت الجيم اللي هي هنا طيب والالف يا استاذ الالف ما جاتش هنا المرة دي حط لها ايه حط لها شرطة طيب وبعدين وبعدين بسيطة يا سيدي انت بقى بتبص على الاتنين اللي موجودين عندي اللي هم ايه التمانية والستة تحط لهم ايه تحط لهم مستطيل كده هو بمخك او بالقلم وتشوف بقى العامل المشترك اللي بينهم ايه شرحناها الحتة دي قبل كده انا ما بحبش على فكرة حكاية انك تاخد ديف دي ودي في دي وبعدين ديف دي القصة دي لما يكون الاتنين من المتكررين في الاول بتبوز معاك ما بتمفعش لكن بتنفع بس مع النص لا احنا عايزين حاجة تنفع مع الكل مع الاول مع النص مع التاني اللي فيه الحدين موجودين اشتغل بنفس الطريقة اللي انا بقولها دي قلتلك قبل كده بتعمل ايه هذكرك بتسأل نفسك الكبير كام 8 يقبل على الستة لا ما يقبلش طيب يقبل ايه اضربه في اتنين يديك كام يديك ستاشر تقبل على الستة لا ما بتقبلش طيب اضربه في تلاتة تلاتة في تمانية بكام باربعة وعشرين تقبل على الستة اه يبقى خلاص هي العامل المشترك بتاعي اهو هو اللي المضاعف المشترك بتاعي هو الاربعة وعشرين هروح كدبه تحتهم طيب وبعدين قلنا بنقسم اربعة وعشرين على اللي فوق الاول على ستة تجيب كام تجيب اربعة دور على العدد اللي في نفس السطر واضربه فيه هروح ضارب الاربعة في الخمسة تروح سقطة هنا عشرين وضحت وبعدين اقسم الاربعة وعشرين على التمانية تجيب كام تجيب تلاتة دور على اللي موجود في السطر بتاعها تلاقي التسعة اضرب التلاتة في تسعة تجيب لك سبعة وعشرين كده وحط هنا الى وحط هنا الى واكتب له بقى النسبة بين الف الى 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 جيم تساوي عشرين الى اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين تقول لي تبديع استاذ ما تختصر شي لأ الطريقة اللي انا قلتها لك ودي لو مشيت بيها يبقى اللي بيطلع هو النهائي على طول من غير إجابة لكن حكاية الضرب دي في دي وبعدين دي في دي وبعدين دي في دي اللي بيطلع ممكن يختصر بعد كده لان انت لو بصيت دي هتلاقي الى اثنين دول زوجي ودي ما هي دي فردي يبقى يبقى دول بيقبال على اثنين لكن دي ما بتقبلش دي مجموحهم تسعة بتقبل على تلاتة ودي بتقبل برضو تطلع وتطلع اختصارات لكن لو سألت الكبير يقبل على الصغير لأ اضربه في اثنين بستة عشر يقبل على الصغير لأ اضربه في تلاتة باربعة وعشرين تقبل اه يبقى كتب ان اربعة وعشرين وبعد كده تقسم ده على ده واللي يطلع تضربه في اللي اصاد وعلى طول اللي هو والخمسة يديك اشرين واربعة وعشرين على تمانية هتطلع تلاتة تلاتة في تسعة تجيب لك سبعة وعشرين طيب بص للي معايا اذا كانت النسبة سبعة الى تلات تاشر هي نفسها النسبة سين الى تنين وخمسين عايزين نعرف سين بك اه خد بالك مدام النسبة دي هي النسبة دي خلاص يعني يعني الحد الاول ده هو الحد الاول ده والحد التاني ده هو الحد التاني ده كويس كلام جميل مدام عندي نسبتين حطهم تحت بعض بقى مدام قال هي نفسها يبقى حط السبعة الى تلات عشر وحط السين الى اثنين وخمسين وبعدين اعمل يا استاذ بسيطة خلاص حبيبي قول معرفش انا السين بكم مقدرش اقول سبعة اضربها فكان تجيب سين لكن اقدر اقول التلات عشر اضربها فكان تجيب اتنين وخمسين اه غلبت خالص فيها يا سيدي بقالتك الحسب اقسم اتنين وخمسين على تلات تجيب اربعة على طول يعني دي انضربت في ايه فاربعة ايوه تلات اربعة فعش فاربعين واربعة فتلات فاثناشر على الاربعين يبقوا دي اتنين وخمسين طب مدام دي انضربت فاربعة مش لازم التانية كمان تنضرب فاربعة عشان يتساوي اه يبقى دي لما يجي اضربها فاربعة السبعة فاربعة حجيب لي على طول سين بكام يعني كان مفروض يتحط هنا مكان السين السبعة فاربعة اللي هي التمانية وعشرين يعني عشان احلها هقول سين بتساوي ممكن تقول اتنين وخمسين في سبعة على تلات تاشر دي طريقة ماشي ممكن تقول قيمة الجزء اتنين وخمسين على تلات تاشر جزء يجيب اربعة اه وبعد انت هنا ملهاش تمنيز لان دي اعداد هتيجي هنا بعد كده تقول جبت قيمة الجزء باربعة قول السين بتساوي السبعة فاربعة بتاعتك اللي هي بتاعت قيمة الجزء برضو دي خطوات برضو كل ده خطوات بس انا بتعمد دايما ان انا اوريك المخ بيشتغل ازاي مع المسائل يبقى سبعة في اربعة ادتني الاجابة سين اللي انت عايزها ياعمي بـ 28 كلام جميل طيب لو انت جيت شفت علامة صح او خطأ شوف بقى العبارة الصحيح اكتب لها صح والعبارة الخطأ اكتب لها خطأ بيقول حدي النسبة اللي هو الحد الاول والتاني يكونان من نوع واحد ووحدة واحدة اظن ادي شرحناها قبل كده وسهلة وبسيطة يبقى انا هقوله على طول ديت ايجابتها ايه صح بالزبط كده طب بصر اللي جاية دي اذا كان عرض مستطيل نص طوله عرضه نص طوله يعني انا عندي الطول كده هو بتاع المستطيل والعرض نصه لغاية هنا مثلا كده اه يعني ايه الكلام ده العرض نص الطول اه يعني يعني لو العرض واحد يبقى طول اتنين ده معناها كده مش كده ولا لأ لانه بيقوللي عرض المستطيل نص طوله يعني ده لو خد واحد ده ياخد اتنين تقوللي طب ما ده لو خد اتنين ده ياخد اربعة ماشي لكن احنا ابسط حاجة عندك اللي واحد وهنا اتنين طب وده هيبقى كمش هيبقى واحد برضو هيبقى واحد برضو ده هيبقى كمش اتنين برضو اه ماشي خد بالك بقى بيقولك طيب اذا كان عرض المستطيل نص طوله يعني ده واحد وده اتنين فان طوله يكون نص محيط حل صح الكلام ده حل الطول ده هو نص المحيط طب تعال نحسب ها سوا كده مش هتبقى اتنين طب المحيط بتاعه مش اتنين زائد اتنين باربعة وواحد زائد واحد باتنين يبقى اربعة واتنين يبقى ستة او تقولها بطريقة تانية الطول زائد العرض في اتنين اتنين زائد واحد بتلاتة واضربها في اتنين تديني ستة يعني اذا المحيط كله هيطلع ستة المحيط هيطلع ستة والطول مطلع اتنين مش كده ولا لكن هو بيقول لي ان الطول نص المحيط ازاي الطول اتنين والمحيط ستة هل ده يبقى نص لو كانت دي تلاتة كان معلش تلاتة على ستة يعني نص يعني تلاتة اصداز بنص لكن دي اتنين على ستة اتنين على ستة يعني عل اتنين فيها الواحد ودي عالي اتنين فيها التلاتة يعني جابي التلت مش كده ولا لأ يبقى هيكون هنا طوله ما يكونش نصه محيطه لأ يبقى تلت محيطه تلت محيطه الطول ده هو تلت المحيط لأن الطول اتنين والمحيط حسبناها ستة يبقى اتنين بالنسبة لستة اتنين الى ستة او اتنين على ستة تختصرها اجيب لك التلت يبقى اقول له المسألة دي بقى ايه اقولها له المسألة بتاعتك دي يا عمي انت جايبها لنا غلط بتضحك علينا يبقى احنا هنا هنحط علامة غلط على المسألة بتاعتك دي طيب كلام جميل بيقول النسبة بين اخد بالك من دي كمان النسبة بين ربعمية سنتي ربعمية سنتي وستة متر بتديني كام اتنين الى تلاتة صح ولا غلط تعال نفكر سوي مش انت لو خليت دي سنتي مترات هتبقى ستمية مش كل متر في مية سنتي هيبقى ربعمية الى ستمية هتشيل الصفرين مع الصفرين يعني اسمت على مية يعني كلمة تشيل الصفرين مع الصفرين يعني اسمت على مية هتديك اربعة الى ستة وهو جايب اتنين الى تلاتة ها هتقول لي غلط لا اسبر اسبر ده دي اربعة الى ستة مش يتقسمه على اتنين دي تتقسم على اتنين ودي تتقسم على اتنين الاربعة على اتنين مش هتجيب اتنين والستة على اتنين مش هتجيب تلاتة اه طب خلاص يبقى جابت اتنين الى تلاتة لو انت حلتها بالخطوات هتقول 6 متر يساوي 6 في 100 يساوي 600 سنتيمتر واللي جيه الاول 400 سنتيمتر تعمل 400 الى 600 وتقسم على 100 تديك 4 الى 6 تقسم على 2 تديك 2 الى 3 يبقى الاجابة بتاعته او اللي هو الحل اللي هو جايبه ده حل ايه صح بالزبط كده تبخد بالك عندي قطار القطار بيقطع مسافة 160 كم في ساعتين عايزين نحسب معدل سرعة القطار طبعا احنا اخدناها قبل كده عشان اجيب معدل سرعة القطار اسأل نفسي الاول اقول كان كم كل ساعة ولا اقول كان ساعة في كل كم فاكرين الحتة دي اه لما اتكلمناها في الدرس اللي فات لما اتكلمناها في تاعت المعدل لا الصح ان احنا نقول كيلو متر في كل ساعة يعني معناها دي الاول ودي التانية يعني عشان اجيب المعدل اقول مية وستين على كام ها خد بالك كلمة ساعتين دي على كامل مية وستين على اتنين يعني هتجيب لك ايه اقسمها هتجيب لك ستاشر على اتنين فيها التمانية والصفر ينزل يعني تمانين كيلو متر لكل ها ساعة بزعب خد بالك المسألة ما خلصتش انا بس عشان احللك الجزء الاولان المطلوب وبعدين نرجع للمسألة تاني بيقولك سم موجة في كم كيلو متر في كم ساعة يقطع مسافة ميتين واربعين كيلو متر طب انت جبتها هنا ايه مش جبتها بيمشي في كل ساعة تمانين كيلو طب انت عايز تعرف الميتين واربعين كيلو دول يمشيهم في كم ساعة بسيطة خالص هتشوف الميتين واربعين فيها كم تمانين يعني ايه يعني تقسمها تمانينات يعني تقسمها على تمانين هتديك كم الصفر مع الصفر واربعة وعشرين على التمانية هتديك تلاتة يعني خطوات حلها دي يجي عشان تجيبها له هتقوله هو انت عايز تعرف المتين واربعين كيلومتر يمشيهم في كم ساعة وهو بيمشي في الساعة تمانين انا عايز اعرف المتين واربعين فيها كم تمانين هشيل الصفر مع الصفر هتفضل 24 على الثمانية فيها الثلاثة يبقى هقولك الاجابة بتاعتنا تلات ايه ساعات ويبقى وصلنا للحل بتاع المسألة كلام جميل تعال نشوف واحدة تاني كمان مستطيل تاني برضو خد بالك طوله 6 سنتي طوله 6 سنتي المستطيل كده طوله 6 سنتي وعرضه كام يا عم وعرضه 4 سنتي طيب ماشي هقول ده 6 سنتي وده 4 سنتي ايه بقى عايز انت بعد كده هتنسحته وبعدين هات النسبة بين الطول والعرض جميل مسحته انت مش حافظ القانون بتاع مساحت المستطيل خدتها قبل كده الطول في العرض يعني 6 في 4 تديك كام تديك 24 ايه 24 ايه ايوه سنتيمتر مربع اللي نسي وما قالش كلمة مربع تضيع منه درجة في المسألة لان اول ما تسمع كلمة مساحة لازم تقول مربع وده هنتكلم عليها في الهندسة بعد كده مربع على طول طب عايزين النسبة بين الطول الى العرض يعني كم لكم يعني 6 الى 4 ازلني بسيطة خلص ما تحط 6 الى 4 وتختصر كده على الاتنين فيها التلاتة وكده على الاتنين فيها الاتنين يعني النسبة تجيب كام الى كام 3 الى 2 جميل طيب تعال نشوف اللي بعدها آه نشاط جميل حل وظريف يعني هو موجود في كتابك الحقيقة بس انا غيرت في الاعداد بتاعته عندك حتة ورقة قصتها كده منظر ده زي ما انت شايف عبارة عن مستطيل طوله 30 سنتي وعرضه 20 سنتي يعني القطعة كلها اهي دايما نلهامش مهمة اوي معاك عشان تريح دماغك انت عندك القطعة كلها مش فيها طول وفيها عرض وفيه محيط وفيه مساحة مش كده ولا لا مدام ده شكل مستطيل المستطيل له ايه له طول وعرضه له محيط له مساحة طب طول القطعة كان سنتي على فكرة اسمه طول عشان هو الاطول آه 30 سنتي طب وعرضه كم سنتي 20 سنتي طب المحيط كام مش بتقول الطول زائد العرض في اتنين يعني 30 زائد 20 يبقى 50 في اتنين يديك 100 سنتي آه هتلاقي حتة 30 وحتة 20 وحتة 30 وحتة 20 آه طول وعرض وطول وعرض مش كده فردتها كده اهي دي 30 ودي 20 يبقى 50 ودي 30 ودي 20 يبقى 50 يعني دول نص المحيط اللي هي 30 زائد العشرين واتكررت مرة تاني يبقى 50 في 2 تديك 100 طب والطول في العرض يعني ايه في ايه يعني 30 في 20 يعني 600 600 ايه برضو شايفها مكتوبة آه 600 سنتيمتر مربع عشان دي مساحة طيب جيت بالمقص وقصيت الحتة دي بقى ده عبارة عن شكل ألف وده شكل بيه يا ترى هنا قال لي ايه بقى خد بالك قال لي الشكل ده بقى عبارة عن مربع هم الشكل ألف عبارة عن مربع يعني الحتة دي 20 من هنا كده هو من الحتة ده ده من هنا هو لغاية هنا هو 20 سنتيمتر طب مش هي دي كلها كال30 آه تبقى دي كام مش تبقى 10 سنتيمتر آه كلام جميل طب هي مش دي 20 آه تبقى دي كام مش تبقى 20 برضو آه زي اللي هناك بالزبط طيب والقصادها دي كمان تبقى كام آه تبقى برضو 20 سنتيمتر جميل كده مظبوط واللي فوق دي زي مقلنا الحتة الصغيرة دي 10 سنتيمتر وزيهم بقى اللي تحت ده بقى 20 سنتيمتر وده بقى 10 سنتيمتر الحتة الصغيرة اللي فضلة هنا 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر أهم عشان تبقى عارفهم بس كلهم قدامك طيب تعالى بقى في شكل ألف طول ضلعه كام عشان هو مربع ودي قد دي قد دي قد دي طول ضلعه 20 سنتيمتر طيب محيطه يبقى كام لسه إلينا من شوية المحيط المربع مش قلنا طول ضلعه 4 ايوة يبقى 20 في 4 تجيب لك كام تجيب لك 80 سنتيمتر 20 و20 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 تجيب لك 80 سنتيمتر مساحته بقى طول ضلعه في نفسه 20 في 20 يعني تنزل الصفار اللي هما صفرين و2 في 2 4 يعني 400 سنتيمتر مربع طيب كلام جميل تعالي لشكل به شكل به طوله كام اللي هو الأطول لسه قاية للطول يعني الأطول 20 سنتيمتر طيب وعرضه كام أو الحتة الصغيرة دي ما ده العرض وده الطول 10 سنتيمتر طيب طيب عايز بقى المحيط هيبقى ايه المحيط المستطيل الطول زائد العرض في 2 يعني 20 زائد 10 بتلاتين اضربها في 2 تديك 60 يعني محيطه عبارة عن 60 سنتيمتر طيب مساحته مش طوله في عرضه 10 في 20 بكام بمتين سنتيمتر كلام جميل المعلومات اللي انت جبتها دي هنحتاجها هنا بقى تعال بيقولي طول القطعة الى عرضها القطعة كلها مش كان طولها 30 وعرضها 20 يعني 30 الى 20 يعني الاجابة تطلع كام ها هتشيل صفر مع صفر يبقى الاجابة 3 الى 2 كلام جميل طيب محيط الشكل الاولاني دا اللي هو الف لمحيط القطعة كلها محيط الشكل اللي هو الف كام 80 ومحيط القطعة كلها كام 100 يعني 80 الى 100 يعني هتشيل صفر مع صفر بقت كام 4 الى 10 4 الى 10 تقسم على 2 تدي كام 8 الى 10 محيط الشكل الف اللي هي 80 ومحيط القطعة كلها اللي هي 100 يبقى 80 الى 100 هتشيل الاول 80 الى 100 هتشيل صفر مع صفر يبقى 8 الى 10 يعني 4 الى 5 يبقى هتقول محيط الشكل الف الى محيط القطعة كلها هي 4 الى 5 محيط الشكل الف الى محيط القطعة كلها طيب ايه تاني مساحة الشكل به اللي هي ده هي يعني مساحته مش قلنا 20 في 10 بـ 200 200 الى كام هو عايز محيط الشكل به مساحة الشكل به الى مساحة القطعة كلها طيب ليه ما يقولش محيط الى مساحة ليه مختلفة في الوحدة بالزبط ده المحيط هيبقى بالسنتي لكن المساحة هتبقى بالسنتيمتر المربع ما ينفعش نجيب منهم نسبة ايوة يبقى مساحة الشكل به اللي هي مساحة الشكل به اللي هي 200 اهي تحت اهي 200 اهي 200 الاولانية ده هي وإلى كام مساحة الشكل به هيدو بقى 200 خليها هنا كده 200 الى هو عايز مساحة القطعة كلها مساحة القطعة كلها كتجايبها لنا 600 اللي هو 30 في 20 كتب جايبها 600 طبعا هتشيل الاسفار يبقى 2 الى 6 هتقسم على 2 تديك 1 الى كام 3 بالزبط كلام جميل يبقى 1 الى 3 طيب عايزين مساحة الشكل ألف الى مساحة الشكل به مساحة الشكل ألف كان كام كان 400 ومساحة الشكل به كان كام كان 200 يعني 400 الى 200 يعني صفرين مع صفرين ودي على الاتنين ودي على الاتنين تجيب 2 الى 1 يبقى مساحة الشكل ألف عايز ألف إلى ب بالظبط مساحة الشكل ألف دي ربع مية ومساحة الشكل ب دي 200 يبقى ربع مية إلى 200 تديك 2 إلى 1 2 إلى 1 كلام جميل طيب عايزين طول ضلع الشكل ألف طول ضلع الشكل ألف اللي هو العشرين طول ضلع الشكل ألف اللي هو عشرين طيب ومحيط القطعة كلها محيط القطعة كلها كانت فين محيط القطعة كلها مية يعني عشرين إلى إيه إلى مية أيوة بالظبط كده عشرين إلى مية طيب لما أخذ عشرين إلى مية هتشيل صفر مع صفر هتديك 2 إلى عشرة يعني على الاتنين فعل واحد والعشرة على الاتنين يعني خمسة يعني واحد إلى إيه إلى خمسة واضح الكلام اللي قمناه واحد إلى خمسة يبقى إذن أنا حليت المسألة بأننا اتعاملت مع المسودة بتاعت الهامش لأن ده 3 أشكال شفت كل شكل طوله كام وعرضه كام ومحيطه كام ومسحته كام طوله كام ومحيطه كام ومسحته كام ده ما قلناش عرضه عشان ده الطول زي العرض وبعدين في التالت طول وعرضه ومحيط ومسح وجبنا كل واحدة وقلنا طول القطعة لعرضها القطعة كلها طولها لعرضها قلنا 30 إلى 20 يعني 3 إلى 2 طيب الشكل ألف ده كله الشكل ألف ده هو محيطه كام قلنا محيطه عبارة عن العشرين في أربعة بتمانين ومحيط القطعة كلها اللي هي كانت مية يبقى الجب لي أربعة إلى خمسة مساحة الشكل به مساحة الشكل به اللي هي متان مساحة الشكل به اللي هي تحت هي متان إلى مساحة القطعة كلها مساحة القطعة كلها اللي هي 600 يعني 200 إلى 600 ثواني مساحة الشكل به مساحة الشكل به اللي هي 200 وبعدين مساحة القطعة كلها 600 يعني 200 إلى 600 اللي احنا كنا حاسبينها هنا شلنا الصفر مع الصفر وقلنا فاضل 200 إلى 600 شلنا الصفر ده والصفر ده مع الصفرين دول بقت 2 إلى 6 اختصرناها بقت 1 إلى 3 هنا في غلطة ما عارش احنا غلطنا و احنا بنستعجل في الكلام يعني هقولها تاني مساحة الشكل به اللي هي 10 في 20 اللي هي 200 ده مساحة الشكل به إلى إلى ايه مساحة القطعة كلها اللي هي كانت كام 30 في العشرين اللي هي بكام ب600 مساحة القطعة كلها اختصرنا على 100 حتى هتبقى فيها الاتنين وهنا فيها الستة وبعدين تديك هنا واحد وتديك هنا تلاتة احنا قلناها بس انا عشان كتبت الستة هناك فجلنا نزلتها الستة لكن هي تلاتة الصحة بتاحها تلاتة يمكن انتو خدتوا بالكم من الحال تدي كويس ان احنا رجعناها يبقى هنا تلاتة واحدة إلى تلاتة واحدة إلى تلاتة طيب مساحة الشكل الف إلى مسحة الشكل به مساحة الشكل الف 400 ومساحة الشكل به 200 يعني اربعة إلى اثنين يعني اثنين إلى واحد طول ضلع الشكل ألف طول ضلع المربع اللي هو عشرين طول ضلع المربع اللي هو عشرين إلى محيط القطعة كلها كانت تلاتين زائد عشرين بخمسين في اتنين بمية يعني عشرين إلى مية على عشرين تديك واحد على عشرين تديك خمسة يبقى واحد إلى خمسة تمام يعني اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قدرت اوصلكم المعلومات السريعة البسيطة اللي انا قلتها لكم دي وان شاء الله لنا لقاءات تانية هنتعامل فيها مع الدروس والمراجعات عشان نستفيد بكم التمارين المتنوعة المختلفة وارجو ان انتو تدخلوا على القناة بان انتو تضغطوا على اشترك اللي فوق الفيديو هيدخلك على القناة هتلاقي كلمة اشترك واذا كان اليوتيوب بتاعك بالانجليزي هتلاقيها كلمة مكتوبة بالانجليزي اضغط عليها اذا كانت الايميل بتاعك مفعل خلاص يبقى انت اشتركت وخلصت القصة اذا كان الايميل بتاعك مش مفعل على جوجل يبقى هيدخلك على ان انت تكتب الايميل وتكتب الباسورد بتاعه وبعد كده خلاص انت اشتركت في القناة بتاعتي هيجيلك على طول كل درس انزله هيجيلك على الايميل بتاعك ان فيه درس نزل عشان خاطر تتابعه واتمنى لكم التوفيق حبيبي ودايما فيه تقدم وازدهار ان شاء الله ومتفوقين دائما واذا كان فيه اي استفسار او اي سؤال تحت الفيديو اكتبه هتلاقي الفيديو قدامك تحت منك ده وقت هتلاقي فيه مكان تكتب فيه السؤال اللي انت عايزه او الاستفسار اللي انت عايزه عشان اعمل حسابي واجوبك عليه في اللقاء التالي ان شاء الله واتمنى لكم التوفيق وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله